السلام عليكم وانترهي تعالوا بركاته مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم بدرة اليوم سوف نتحدث عن نبات السجادة الرائع وسنركز على طريقة الاكتار بالتعقيل وطريقة نقله من وعاء صغير لآخر أكبر محبوب الجماهير هو الاسم الذي أفضل تسمية السجادة أو الكاليوس أو زهرة الغمد به لأنه فعلا نبات يحبه الجميع لجماليته وتعدد ألوانه وأشكاله ولأنه محبوب فإننا نرغب في إكثاره ليصبح عندنا بدل نبات واحد نباتات كثيرة ويبقى التعقيل من أسهل طرق التكاتر الخضاري وبالأخص للكاليوس لأنه ينجح وبنسبة كبيرة بكل سهولة نختار عقلة طرفية بطول 10 سنتيمتر مثل هذه ونقصها بالمقص عقلة طرفية أصدقائي تعني الجزء أو العقلة التي توجد أعلى النبات نأخذ عقلة ثانية ولاحظوا أني أقص أسفل العقلة مباشرة الموعد المناسب لإكثار الكاليوس هو الربيع والصيف إذن هذه هي العقل التي اخترنا نخفف منها الأوراق السفلية ونترك فقط ورقة أو إثنتين في الأعلى بعد اختيار العقل نحن أمام خيارين الأول الزراعة مباشرة في التربة والتاني التجدير في الماء وذلك بوضع العقل في كأس ماء مع تغيير الماء كل ثلاثة أيام ونضع الكأس في مكان إضاءته جيدة حتى تبدأ العقل في الإنبات تقريبا بعد أسبوع أو خمسة عشر يوما ثم ننقلها للتربة ولأن السجادة سهلة الإكثار ونجاح التعقيل يكون بنسبة عالية سوف أزرع العقلة مباشرة في التربة وحتى تنجح العملية لا بد أن نهيئ تربة خفيفة ومناسبة وغنية مثل التي استعملت والمكونة من بيتموس رمل ونشارة الخشب بالنسبة للأوعية يمكنك زراعة كل عقلة منفصلة في أوعية صغيرة مثل هذه لكني فضلت أن أضع العقل الثلاثة في هذا الأسيس وبدون استعمال هرمون التجدير نضع العقل في التربة النقطة الوحيدة التي يجب الانتباه إليها أثناء غرس العقل هي ضرورة إدخال عقلة أو إثنتين في التربة والعقلة هي المكان الذي ستخرج منه الجذور لذلك العقل بالنسبة لأي نبات لا بد أن تتوفر على عقد وبدونها طبعا لن تنجح بعدها نروي التربة جيدا بالماء ونضع الوعاء في مكان جيد الإضاءة ونتفقد التربة يوميا بحيث لا ندعوها تجف إذن وكما رأيتم أصدقائي عملية التعقيل جد سهلة وأدعوكم لإكثار نباتاتكم والاستمتاع بأكبر عدد منها داخل البيت أما بخصوص النقل فعندما تلاحظ أن حجم النبات أصبح كبيرا مقارنة مع حجم الوعاء لا بد أن ننقلهما بداية الربيع لوعاء أكبر وتلاحظون أن الجذور لم تجد المساحة الكافية للنمو نهيي وعاء أكبر نملأه تربة خفيفة وغنية لكن قبل ذلك أصدقائي كنت سأقع في خطأ فادح وهو نسيان فتحات الصرف وانتبهت لذلك في آخر لحظة وتعرفون أن عملية الصرف تبقى الأهم في الزراعة المنزلية لأن عدم الصرف يعني تعفن الجذور وموت النبات طريقة النقل كذلك سهلة ضع يدك اليسرى فوق النبات بهذا الشكل وقلب الوعاء وضرب ضربتين أو ثلاثة خفيفتين وسينزل النبات من الأصيس وتلاحظون أن الجذور أصبحت كثيفة ومحصورة لذلك النقل لوعاء أكبر سيمنح فرصة أكبر للنبات في النمو بشكل أفضل نضع النبات في الوعاء الجديد ونملأه جيدا بالتربة ثم نروي بالماء ثم انتهينا إذن أصدقائي متابعي قناة بدراء انتظروا فيديو قادم حول حماية السجادة في فصل الصيف وطرق الاعتناء بهذا النبات الجميل لا تنسوا الاشتراك ودعم القناة إلى اللقاء اشتركوا في القناة